النهاردة قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفقد أعمال مشروع ترميم طريق الكباش بلقصر طريق الكباش الشهير الطريق الجميل الزريف اللي هو فيه التمثيل بتاعة الكباش يميناً ويساراً كمان الأعمال اللي بتحصل في معبد الكرنك ولقصر استعداداً لاحتفالية الافتتاح لقصر هتبقى أكبر متحف مفتوح في العالم هي تستحق ده تلت وامتلت ده طبيعي بس كان لازم تبقى مستعدة لده وده اللي بيحصل دلوقتي رئيس الوزراء بدأ جولته في طريق الكباش ومعبد الكرنك بتجديد التأكيد على استمرار جهود كافة الأجهزة المعنية في إعادة ترميم وإحياء المواقع والمناطق الأسرية والتاريخية حفاظاً على ما تمتلك مصر من كنوز وآثار تحكي تاريخ عريق لهذه الحضارة لهذه الدولة العظيمة عبر مختلف العصور والحضارات وبيشير إلى أنه مشروع كشف وتجهيز مسار طريق الكباش في لقصر بيعد من أهم المشروعات الأترية اللي بتقوم الدولة بتنفذها حالياً لأنه بيستهدف تحويل لقصر زي ما كنت بقول لحضراتكم كده إلى أكبر متحف مفتوح في العالم من خلال ربط معبد الكارنك ومعبد لقصر ومعبد موت وأطلال طيبة القديمة اللي هي جاري الكشف عنها في جزء بالفعل يعني تم الكشف عنه ولسه مستمرين في منطقة ناجع عبو عصبة في طريق المواكب الكبرى شيء هيبقى أكتر من عظيم وأكتر من رائع انتظروا بإذن الله سبحانه وتعالى الافتتاح الكبير لأكبر متحف مفتوح في الدنيا شكرا